بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على حبيبنا محمد وعلى أليه وصحبه أجمعين مع إطلالة شهر رمضان المعظم وفي الوقت الذي نبحث فيه عن الخطيب وعن الإمام ليتحدث في أمر الأمة المتعطشة لمعرفة دينها فإذا بها تجد صعوبة لتنجأ إلى المعلومة الدينية في غياب هؤلاء وقطع صلتهم بالمتدينين يشاء ربك سبحانه سبحانه أن يمنى على الشعب المغربي من طينة عجيبة من العالمات والعلماء والداعيات والدعاة والواعظات والوعاظ هذه المرة لا يخاطبون الناس من المساجد فإن الدعوة ينبغي أن تسري إلى كل الناس وحتى تسري إلى كل الناس لابد أن نخاطبهم في كل مكان فربما كانت الخطبة فوق من الصليم هرجان ولذلك خرجت علينا بعض الواعظات وبعض العالمات وبعض الداعيات لكي تتحدث عن أمور بطريقة عجيبة فتح بها عليها ما فتح على أحد من قبلها هذا التعليل المنطق الرائع ففي الوقت الذي خرج علينا بعض رؤساء الأحزاب يريدون أن يقضوا على ما يسمى بالتعدد ويريدون تحقيق المساواة بإلغاء ثوابت من الدين تحت دعوة الاجتهاد من قبل علماء متنورين أكرم الله هؤلاء بهذه العالمات المجتهدات ألا يجئنا لإعطاء تحليل عميق تقول إحداهن كيف يمكن للرجل أن يتزوج أربعا وهو لا يملك إلا قلبا واحدا أيمكن أن يوزع قلبه على الأربعة لا يمكن هذا مستحيل هكذا الرجل له قلب واحد فينبغي إذن أن لا يتجاوز الواحدة كأن هذا القلب لا يتسع لمحبة ملايير من المسلمين كأن هذا القلب ينبغي أن يحب شخصا واحدا كأن هذا القلب لم يقل فيه الله تعالى حينما شرع التعدد رغما عن أن في من يستهزئ بكلام الله ولن تستطيع أن تعدل بين النساء بين النساء ولو حراستم وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قدوتنا حينما يميل قلبه أكثر لعائشة يرفع يديه مستعتبا معتذرا لربه اللهم هذا قسمي فيما أملك يشير إلى العذالة في تقسيم ما يمكن أن يعدل فيه من الأمور المادية أما الأمور القلبية فلا يمكن للقلب أن يحب الناس كل الناس بنفس القدر فيحب هذا لأنه أقرب إليه ولأن فضله عليه أكبر ويحب أمه لأن فضل أمه عليه أكبر وأعظم بل يحب الأم ثلاث أضعاف لحبه لأبيه وكلاهما له فضل عليه فهكذا تقول والرسول عليه الصلاة يقول فلا تلمني فيما تملك ولا أملك لأن قضية المحبة محبة القلوب لا سلطان لأحد على القلوب إلا الله فهذه القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء سبحانه عز وجل سبحانه ثم تقول بعد ذلك حينما منفجرت القاعة لهذه التعليلات العميقة فقالت ونحن كدليل على ما أقول نحن النساء لم يحدد لنا الشرع كم من رجل نأخذ فليس هناك أي حد ما معنى ليس هناك حد يا هاته العالمة إن عدم تحديد عدد الرجال المتواردين على المرأة هذا لا يدخل أبدا في نطاق المثاق الغريض والزواج هذا ليس له إلا اسم واحد هذه البهيمية هذه الحيوانية بل حتى الحيوان نظلمه إذا كنا ننسب إليه هذا حتى الحيوان نظلمه حتى الحيوان نظلمه ولذلك فإذا فرغت الساحة من الدعاة إلى الله وسكتت ألسنة الحق فسح المجال لينطق الرويب الله ويال الحالة التي ينطق فيها الرويب الله هل الشارع يجيز للمرأة أم تظهر أمام الرجال بذلك اللباس ألم تسأل الشارع عن حكم الشرع في الصورة التي تظهر بها أمام الرجال ثم أقول لهن أين تعيشنا ألا تعيشنا في المغرب المغربي المسكين ليست مشكلته المرأة الثانية والثالثة والرابعة إن مشكلة المرأة المغربية والرجل المغربي هو أن يحصل على حقه في أن يتزوج مرأة واحدة إن قضية الزواج في المغرب تعطل وأنتم تعرفون أسباب تعطيل الزواج هناك والعياذ بالله إن عدم الشغل هناك أزمة البطالة هناك النفقات التي يحتاجها الرجل لبناء بيته هناك نفقات البيت والسكن نفقات تحتاج إليها المرأة فتتعرفون أن مشكلة المغاربة ليس في الثانية ولا الثالثة ولا الرابعة هذه مشكلة مفتعلة إنهم يتحدثون عن مشاكل ليست لنا يتحدثون عن أمور لا نعيشها نحن نعيش مع الشباب يتقطعون يموتون ولا يستطيعون أن يحصلوا في الحلال على مرأة واحدة ونعرف نساءً وبيوتاً تمتلئ بالعوانس ولا يطرق أحد بابهن هي تريد أن تكون الثانية والثالثة والرابعة لا أن تكون الرابعة بشرع الله خيراً مما يعرف عن المغرب الآن الإنسان له ألف خليلة في النواد الليلية وفي البحار والشواطئ وفي رمضان وفي رمضان بلا حدود ليس هناك حد إذن فحينما قالت إن المرأة لم يحدد الشرع لها ضح ولا ولا قوة إلا بالله حينما قالت الشارع لم يحدد لنا فقد حدد الشارع للمرأة طريقاً واحداً إذا أرادت أن تعيش سعيدة وهي أن تتزوج رجلاً واحداً هي تتزوج رجلاً واحداً هذا كلام الذي قالت أن الشرع لم يحدد لنا فليس لذلك إلا للمرأة المتحررة من قيود الشرع التي لا يحكمها شرع ولا تحتكم إلى شريعة ولا يضبطها قانون إنه قانون البهائمية والبهيمية والحيوانية فعلى هؤلاء الناس أن يتقوا الله رحوا تكلموا في العيطة افتوا في العيطة وفتوا في الرقص وفتوا في الليالي الحمرة وفتوا نعام سيدي الميداً للملانة بالفضقة وفتوا نعام سيدي كل ما سيليالكم أنتم دعاة ضلالة وسماهم رسول الله دعاة على أبواب جهنم من أطاعهم قذفوه فيها من أجابهم في دعوتهم قذفوه في النار هم من أبناء جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا من يسكت هؤلاء من يسكت؟ أوليس دستور المغرب ينص على إسلامية الدولة؟ من يسكت هون؟ من يرد عليهم؟ من يوقفهن عند حدهن؟ يفتح لهم الإعلام وتعطى لهم المكافآت المدية المجزية لا حول ولا قوة إلا بالله إلى الله نشكو من حمله الله أمانة الدفاع عن بيضة الإسلام من علماء ودعات ويسمعون هذا الإسفاف ويسكتون نشكوهم إلى رب البارية تجرأ السفهاء عن ديننا أي حياة يحياها الإنسان على وجه الأرض وهو يرى أقدس مقدساته تهان ويتحدث في دين الله من لا خلاق لهم ومن لا يرى عليهم أثر للتدين إطلاقا واللهما إني أعتذر إليك مما يفعل هؤلاء الذين حملهم الله أمانة التبلغي فليم يفعلوا واللهم إني أبرأ إليك مما يفعل المتجرؤون على ديننا قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا وأتمم الآية من عندك فهي موجودة في صورة التوبة والقصة أن رجولا استهزأ فقط بأبي الدرداء قال أنتم معاشر القراء أوسع الناس بطونا ثم لا زال يعيره بكثرة الأكل فذهب إلى رسول الله ليشكوه فإذا برسول الله يقول له لا تجب فقد أنزل الله في شأنك قرآن يتلى إلى يوم الخيامة فجاء الرجل يأخذ بركاب بعير رسول الله فيقول بعد أن سمع الآية إنما كنت أخوذ وألعب قال يرد عليه رسول الله بالآية التي نزل الطرية قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئوا لا تعتبروا قد كفرتم بعد إيمانكم هذا لا كنت عندك إلي كان عندك شيء إيمان هذا فقد استهزأ بصحابي فاعتبر ذلك استهزاء بالله وآياته ورسوله فكيف من يستهزئوا بالدين وقطعيات الدين ونصوص الدين صلى الله على سيد الأولين والآخري ترجمة نانسي قنقر